تسليط الضوء على تقدم مراحل إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة محور لقائنا الخميس بالرباط خلال هذا اللقاء أكدت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب أنفونسيكا أن المملكة شريك فاعل وملتزم على الصعيد الدولي في مجال الهجرة بذل الكثير من الجهود من خلال مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمل فئات الهشة ننوه بالمملكة المغربية على كافة الجهود التي بذلتها في مجال الهجرة باعتماد مقاربة إنسانية في تعاطي مع المهاجرين ومثار تسوية أوضعهم وتمكينهم من المساهمة والانخراط في الحياة العامة خلال هذا اللقاء جددت المسؤولة الأممية دعم المنظمة للمغرب في كافة التزاماته الدولية من أجل تدبير جيد وإدماج الهجرة في مختلف قطاعات التنمية والتعاون الدولية اللقاء شكل أيضا مناسبة لإبراز آخر التطورات في مسار المشاورات العالمية لإعداد الميثاق العالمي للهجرة المنظمة اللقاء شهد تقديم الخطوط العريدة للمرحلة الثانية من المشاورات الدولية لتبني ميثاق دولي حول الهجرة في أفق سنة 2018 كمرحلة هامة في عالم تعتبر فيه الهجرة خيارا وليس ضرورة عندما يتم تدبيرها بشكل جيد يجعلها قوة إيجابية للأشخاص والمجتمعات والدول شكرا شكرا